وبالانتقال لموقع صحيفة 26 سبتمبر حيث علقت بالعناوين التالية رئيس مجلس القيادة الرئاسي يشدد على الدور القائد للقطاع الخاص في التنمية عضو مجلس القيادة العميد طارق صالح يتفقد سير العمل في منشآت مطار المخد دولي مدير مسام الفرق الميدانية نزعت 384.965 لغما ودخيرة غير متفجرة منذ انطلاق المشروع مركز الملك سلمان ينظم برامج تدريبية متخصصة في مجالات التعليم أو التعليم النشط بلحشة اشتركوا في القناة